بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين بنستكمل اليوم موضوع خصائص المواقع وبنشوف النهاردة خاصية من الخاصة المهمة جدا يالكمبريسباليتي اند بالك موديلسو بلستيس احنا شفنا المرة اللي فاتت التعريف الكسافة وشفنا الاسبيسيف فوليوم طيب النهاردة بنقول الفلاويد كلمة كومبريسبال يعني همائع قابل للانضغاط معظم المواقع قد تكون قابل ان تقبس بنسب مختلف فيه بيبقى قابل للانضغاط بصورة كبيرة جدا زي الغازات وفيه بيبقى very little change in dynasty وبالتالي بنقول ان الماء يكون قابل للانضغاط على سبيل المثال مثلا لو جبت غاز وحطيته في استوانة كبيرة او في غرفة كبيرة اقدر اضغطه وحطه في استوانة صغيرة يبقى ده قابل للانضغاط بسميه كومبريسبال في اليوم لكن لو جبت غرفة كبيرة من الماء هل اضغطها وحطها في كونتينر اصغر لا لان little change in dynasty ولذلك اذا كان ال change في الدينستي غير ملحوظ بسميه incompressible الكمبريسبال في اليوم الكمبريسباليتي الفيليود is expressed by its بالكوميدلا سوفلاستيسي ان انا بحدده بتعريف معامل المرونة لهذه المادة which describes the variation of volume with the change of pressure منعرف على انه الكيه زي ما قلنا اي موديلا سوفلاستيسي هو عبارة عن applied stress على resulting strain وانا عندنا حجمي يبقى change in pressure على volumetric strain وبيعرف على انه عندنا مثلا لو جيت على سبيل المثال انا لو عندي for example container او بالون بالشكل ده وبدأت اضغط بpressure دي بي بي بلاقي انه الحجم التاعي بيقل يبقى حصل change يبقى دي بي على في ده الستريم بتاعنا يبقى ده الapplied stress دي بي وده ال resulting stream بنعرف الكيه على انه النسبة بينهم يبقى الكيه عندنا عبارة عن مينس عشان الدلتا بي قلت الدلتا بي شاية التساريبه دي بي على دي بي D over V هذا ساعدته الكيه بدلالة الفوليوم توب مانا عندي الرų بتساوي م على V SPEAK法Z المعادلة يطلع عندي ان الكيه بتساوي d over route يبقى انا باها اعبر عن الكيه بدلالة الفوليوم بالعلاقة الاولينية ودمر العلاقة بدلالة الدي نيستي الفرق بينهم انه في حالة الفوليوم بتشرك اشارة ناقص وفي حالة واستخدامت بديلالات الدي نيستي بتبقى لو احنا بصينا للنكمبريسوبل زي السوائل كلها بلاقي اللي تشينج فيه الدينيس صغار جدا انه قد يصل الى الزيرو وبالتالي تلاقي القيمة كبيرة جدا وللتالي تلاقي القيم بتاعتها كبيرة جدا يعني اثنين بوينت خمسة في عشرة قصة تسعة وده في عشرة قصة تسعة يبقى السواء اما لو جيتلي الغازات بلاقي القيمة بتاعتمد على نوع البروزيس يبقى انا عندي انهو المدلس فلسيس اهميته بيقيس مدى القيمة بتاعتي اليونت بتاعته نيوتن على متر سكوير وزي ما قلنا اللارج فاليوس بتؤضح ان ده انكمبريسوبليتي وبنقول انه موس ليكويدز ار انكمبريسوبل فلو او انكمبريسوبل فلويد يبقى احنا شفنا تعريف المدلس الفلسيسي وشفنا اهميته في تعريف المدى قابلية المائع للانضغاط ولاقينا انه بالنسبة لسواء القيمة بتكون كبيرة جدا اما بالنسبة للغزاب بتعتمد على نوع البروزيس اشتركوا في القناة